اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمداء الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء على عمق العلاقات التاريخية الاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة والتي تستند إلى شراكات فاعلة في مختلف المجالات مشيرا سموه إلى الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز مسارات التعاون بين البلدين على كافة الأصعدة وخاصة العسكري والدفاعي منها وذلك من خلال الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والاستهار بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم في قصر الإقضيبية بحضور سموه الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة ومعالي شيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء الفريق بحري شالز برادفورد كوبر قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس حيث نوه سموه بالدور الهام الذي تطلع به الولايات المتحدة الأمريكية والدول الشقيقة والصديقة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بما يصب في دعم التنمية واستدامتها في المنطقة والعالم وجرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومنقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك